مرحبا فيكم حبايا ببرج القاوس. يا رب يكون خير يعني. خلينا نشوف بالبداية الطاقات. ما بعرف في عامل مشترك بين كل الابراج عم بيبين عندي هاد الشهر. طاقة خوف طاقة توتر عم بيكون اكتئاب. مش عندك انت يعني. انا بقول كعامل مشترك. ما بعرف ليش عم بيبين هذا الاشي عند معظم الابراج. اه شوف حبيبي في هذا الشهر راح يكون في عندك موضوع. موضوع عملي. في شي بتحول لعاطفي ما بعرف. من من العمل للعاطفة. من من صداقة لحب. من اه اعجاب لحب. في شي عم بتحول عندك لحب. في شخص انت موجود في حياتك احتمال يكون اكيد. موجود في حياتك. ورح يقلب هذا الموضوع لحب. لكن انت اه شايفيتك حيران بين شخصين شايفيتك حيران. فهاي الفترة راح تكون كتير حيران من هذا الموضوع. بسبب هذا الموضوع. خلينا نشوف بشكل عام لبرج. لبرج القوس. نشوف اول شي بشكل عام. بعدين بنشوف يعني بنلقي نظرة على العاطفة. الناس اللي ما بتنطبق عليهم القراءة عادي جدا. ممكن طاقتك ما بتوصلني. اه ممكن اه يعني هاي قراءة عامة مش خاصة عرفتو كيف? ممكن انت تكون طاقتك سلبية يعني ما عم اه تستقبل الفرص اللي في حياتك. ما عم تشوف الفرص اللي في حياتك. هو اللي طاقته سلبية او في دياها. ما بقدر يطبق قانون الجذب. ما فبس انك تخلص من الطاقات السلبية يعني بشكل عام. ان شاء الله كله بينطبق معاك. راح تحصل على فرصة عمل راح تحصل على موضوع يمكن يتعلق بسفر. ولكن هذا الشي دخله اه خلينا نقول مش زي ما انت بتتوقع. ولكن له قيمة معنوية كبيرة يعني مش شوي هذا الاشي. اه فيه له قيمة معنوية كمنصب كشي ولكن المادة كدخل يعني مش زي ما انت اه بالدكية بشكل عام يعني اللي في حبيب غايب عنك بس لسه ما فتحنا يعني على طفا بعدين بنقول ومين هذا الشخص اللي بيكرهك? من بعد هاي الفرصة اللي هي فيها مال قليل او كذا راح يصير في وفرة مالية كثيرة راح تكفيك وتكفي خلينا نقول الاولاد. شايفة هذا الشخص عنده التزامات كثير. عنده التزامات مادية كثيرة. لذلك في بداية الفترة بيحاول انه يحافظ على قد ما يقدر او يقتصد. ولكن بعدين راح تجي يعني رزقة معينة اكيد يعني من الشغل او ممكن من بره الشغل. اللي هو اما تكون انت مدين ناس مثلا فلوس وعم بيرجعو لك اياها او حدا اكل عليك فلوس ورجعلك اياها ممكن يكون قرد ممكن يكون ارث ممكن زودة بالدخل نفسه او فرصة عمل اخرى يعني افضل من الاولى. ولكن شايفيتك متلقط بالفرصة الاولى او الشغل اللي انت فيه متلقط فيه وخايف كتير يعني عندك طاقة خوف كبيرة من انك تفقد هذا الشيء. ولكن انا شايفة بالعكس ما راح تفقده بالعكس راح يكون فيه ترقية وزودة بالدخل. زيادة بالدخل. اه بشوفك هون اكتر شي عمد صارع مرض. اه المرض هذا ممكن يكون عندك او التعب. اه ممكن يكون تعب نفسي مش يعني عضوي ما ما دخل. ممكن يكون عندك او عند احد من العائلة ازا كان عضوي. ازا كان نفسي فهو موجود عندك. بسبب شخص. يا اما دلو او مائي بشكل اه او مائي خلينا نقول اه او هوائي. عم بتكون. كيف ده اقولك عم بتكون بتصارع حالك يعني انت حاسس او اه انه هادي العلاقة مش صح. هاي العلاقة ماشية بطريق مش صح. اه وبتحاول انك تطلع من هاي العلاقة بتحاول انك تطلع من طاقة هذا اه الشخص. لكن شايفتك انه لا انه يعني رح تضلك تستنى هذا الشخص او في عقلك الباطن موجود انك انت ما بتقدر تعيش بدون هذا الشخص. في للبعض كمان اوكي استشفوا وخلصوا يعني ويمكن شافوا حدا جديد فا برج القوس يعني برج القرارات. فقادر انه يكون. شوف هون انت شو عم بتكون? عم بتكون الماجيشن عم بتكون اللي بيرسم ملامح الحياة اللي بدو اياها بهاي الفترة رح يكون اللي هو تغييرات هو بايده بيعملها. شوف برج القوس بالفترة الجاي ما رح يستنى ان هالظروف هي اللي تخدمه. هو اللي رح يستعمل ادواته كلياتها التول سبعوله عشان يغير اللي حواليه. ورح ينجح بهذا الموضوع. شوفوا هون كيف عم بيأثر هذا على كل اللي حواليه الطاقة والتغيير عم تيجي من عنده وعم تنتشر اه على المكان اللي هو فيه. فانا شايفيته مسيطر جدا بالفترة الجاي. اه على العمل وعلى صعيد العاطفي كمان. بشوف الفترة الجاي كمان فيها اللي هي تغييرات رح تدوم لفترة طويلة جدا. فكون حذر من الشغلات اللي اه رح تزرعها بالفترات الجاية اللي هي بهاي الفترة. هاي الفترة رح اه تحكم يعني الشغل اللي رح تشتغله او الافعال او الافكار او المشاعر. المهم في هاي الفترة اه اللي هي عم نفتح عليها رح تأثر على فترة طويلة بعديها. ممكن تمتد لسنة. فنكون حذرين في هذا الشهر انه احنا نشتغل شغلنا مزبوط انه احنا ما نغلط. اه نكون صبورين شوي. الامور ما رح تيجي على طبق من ذهب زي ما بقوله. مش احلام وردية الشغلة. اه شايفيتك هون شايفي برج القوس ممكن تكون الله التقاطع فكرة حبايبي عم بتكون ترابية مائية هوائية. طيب. في شخص عم بيحاول انه يقتحم حياتك في طرف ثالث. اه عفكرات مش طرف ثالث. خلينا نسيبنا من هاي الكلمة لانه اول ما تسمعوها بيجي عبالكم العاطفة. انا مش دايما بقصد فيها العاطفة يعني احيانا اه طرف ثالث في الشغل يعني بيكونك بينك وبين الرئيس بيكون في شخص عم يوسوس او كذا. كمان هذا اسمه طرف ثالث. المهم عم بيكون هذا الشخص اه مثل الشيطان مثل الدفل في حياتك. مثل طاقة سامة في حياتك. عم بي بيبين لك انه هو اه كتير ملاك انه هو كتير اه نيح ولكن هو في الحقيقة هو انسان حاقد وانسان ممكن يكون انثى ممكن يكون ذكر. عم بيكون حاقد جدا وحسود لك وانت مش عارف. اه اذا قلنا ممكن يكون في العمل ممكن يكون حتى في العاطفة كعلاقة ثلاثية. كالطرف ثالث مش انت. ولا الشريك. الطرف الثالث. اه هون بشوفك كمان يعني هاي الفترة كل يعتها لبرج القوس عم يرسم ملامح حياته يعني هو اللي عم يرسم ملامح حياته. كل الامور بايدك انت. شوف زي ما انت بتحصد زي ما انت بتزرع راح تحصد. هاي الكارما. هاي هاي المواضية يعني اللي انت بتعمله بلف بلف وبرجع لك. ازا طلعت خير راح يرجع لك خير. هيا هاي الكارما. ازا طلعت ظلم راح يرجع لك ظلم. فهون الكارما راح تتحقق بهاي الفترة على الصعيد العاطفي. شايفي انه الطرف الثاني عم يستنى موعد مناسب. عم يستنى وقت مناسب لحتى يصالحك او انت تصالحه طبعا القراءة ممكن تكون عكسية دائما منحكيها. اه ولكن عم بيفكر بطريقة جدية عم بيفكر باستمرارية العلاقة على الاقل في خياله. عم بتخيل هذا الاشي وعم بيفكر فيه. خلينا نفتح على العاطفة. اكتر. شو رايكم نستعمل هذا الورق? بيّن عندي الاشخاص العزاب لحد الان. اشخاص العزاب حيلتقوا بتوأم الروح. بالشخص اللي بيحلموا فيه كفارس احلام. ممكن انه تلتقوا فيه بهاي الفترة. ولكن ممكن يكون بالعمل. ازا ما كان في العمل. اه على الفكرة مش ضروري انه يشتغل معاكم. ممكن يجي يعني يعمل معاملة عندكم ويروح تتعرفوا عليه. فمش ضروري يكون عم يشتغل معاكم. اه اللي مش عم يشتغل اساسا من اه من برج القاوس. اه ممكن يلتقي في هذا الشخص اه في يعني في جمعة. ما بعرف شو هي هاي الجمعة. ممكن مؤتمر ممكن. المهم جمعة ناس يعني مش بس انتوا لحالكم. راح تتعرفوا بهذا اله. ورح يكون على فكرة شخص اه مش قريب. يعني ما كنت اتوقع ابدا انه ممكن تحب او اه يعني اه تحب شخص من هذا النوع او شخص اه من هذا. من من هذا النوع. حبيبي ممكن يكون عندك اه فيه طاقة سلبية عم بتوقف في اللي هو في اه في طريقك انت والشريك. حتى لو كنتم متزوجين في اه في طرف يعني في طرف تالت او حتى اكتر من شخص عم بيوقفوا اه بطريقكم. بشوفك هون عم تلجأ للاستشفاء. ممكن انه اه تكون اما بدك تنسى الحبيب او انه فعلا بدك تنسى الحبيب يعني اكتر من انه تستشفي من طاقة سلبية او من التنتين اه مع بعض او انك بتعتبر انه الشريك طاقة سلبية وعم تخلص منها. ولكن انا بشوف رغم هيك اه انت بالعكس انت عم بتمثل والطرف التاني عم بيمثل يعني انتو مش مبسوطين انتو للتنين. فكل واحد عم بيوهم التاني في طاقة اوهام عم يوهم التاني انه هو اه عايش حياته انه هو مبسوط انه هو كزا. اه فهذا الموضوع ما رح يطول يعني شوفوا هون اه لابس متل الدرع اه حاط خرزة زرقة طبعا هاي بيلبسوها عند الهارت شاكرا مش عند الهارت شاكرا عند الحنجرة اكتر بيلبسوها اللون الازرق. مش مش محطوطة هون محطوطة بطريقة غلط هون. اه هذا دليل او كزا انه التنين عم بتعملوا زي ما بيقولوا اه بتعملوا اوهام لبعض غموض كل واحد بيحاول انه اه يخلي الطرف التاني هو اللي صالح. اه شايفي بناتكم زي ما قولت في النهاية هون. انه في اه رح يعني رح تكتشفوا انه هاد الطرف هو السول ميت تبعكم او توقم الشعلة او 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 بس انه اه رح تقربوا كتير من بعض. بشوفوا زواج يعني وبشوفوا ارتباط او على المدى البعيد. اه وزي ما هون قلت لكم في ممكن يكون طرف تالت كمان بالعلاقة العاطفية يعني مش عارفة شو قصة الطرف التالت هذا كل شوي ببين. اه ولكن شايفيتك انت مستعد. مستعد وفي هذا الكرت اخر كرت بالقراءة ببين انه شوفوا اربع وردات كان هناك مبين انه ثلاث وردات علاقة ثلاثية هون اربع وردات يعني اه اكتر للجدية اكتر بيروح الموضوع. اه شايفيتك يا قوس عم تصغر كتير بهاي الفترة. وكأنك عم تهتم بحالك يعني كتير اه عم تصغر. يعني اللي حواليك عم بيحسوك انه شكلك اه صغرة عشر سنين او انت حتى بتحس حالك بالفترة الجاي انه صغرة عشر سنين اه فيه فرحة بطريقك حلوة ولكن انت متوقع اه اشياء سيئة نتيجة تغيرات عم بتصير حواليك لكن هاي التغيرات ما رح تطولك انت بعيدة عنك فاطمئن وريح ويعني ما اه ما تفكر كتير في الموضوع عم بتكون كلها مخاوف اه بدون اه عمدوا على الفكرة مش تصول ميد في ناس اه لا هي توقم شو عليه? في ناس منكم توقم شو عليه? هذا تأكيد يعني من الاوراق. بيبين انه في شخص خلينا نقول على الصعيد العاطفي كان بالقديم اه يعني بداخل على مصلحة داخل على علاقة عابرة ولكن بعدين اختلف الموضوع وصار اه يعني متلقط فيك اكتر متعلق فيك اكتر صار عنده الموضوع زي الادمان. فبالاخير انا شايف اجتماع لهدول الشخصين فالحمد الله يعني كراءة حلوة كانت. اه. هذا بالنسبة لبرج الجوزاء. حاول نشوف مصائح لبرج الجوزاء. شو الوراء شو الوراء اللي نختاره? شعارفه? نشوف انا ليش شاي كل شوي بخربط بالاسماء? يعني انا عارفة انه القوس عم بنوي على القوس. بس بتعرفوا الواحد بلخبط يعني. بلخبط بس باللفظ. اما بالنية بتكون لأ مفتوحة على برج يعني معين. اه هذا الكرت طلع مقلوب. يعني بما معناه طلع مقلوب انه الامور ابسط بكتير مما انت تفكر. لا تعقد الامور. لا تتخاف كتير. ما بعرف كل الابراج عم بتكون عندها مخاوف واوهام وكزا. هذا الشهر ما بعرف شو هو. عم تطلع حتى القراءات الخاصة اللي عندي عم بتكون شوي يعني فيه فيه مخاوف فيه. مع انه ما بيكون فيه داعي للمخاوف. بيقول لك لا اشحن حالك بالطاقة الايجابية وما بتفكر. ما تفكر بهذا النوع من التفكير لانه انت الوحيد الخسران. خلينا نشوف اشي تاني. هون بيقول لك انه هبيز. شعرف الليش طلعت. اه بيقول لك انه يمكن انت رح ترجع لا يمكن بتعرف ترسم. يمكن بتعرف تغني. حي صوتك حلو. اه يمكن عندك اه هواية معينة. هاي الهواية بيقول لك نميها. ممكن انه اه تحصل من وراها على امور يعني. اما راحة نفسية او دخل او المهم فيه اه فيه اللي هو اه فائدة. ترجمة نانسي قنقر